أيها أستاذة نحييكم ومرحبا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى والتي نقصى للرد على تساؤلات أستاذة المشاهدين الوارد علينا عبر بنصات قناة الرحمة الرقمية فيسبوك واتساب وإنستجرام ويوتيوب وبل لا شك تفاولكم معنا الاتراض للحوار ننتظر منكم المزيد من التساؤلات والاستفسارات ونحن بدورنا بماشاة الله تعالى سوف نقوم بالرد عليها اتباعا آملينا من الله العظيم في عليائه أن يمنون بالنصر على المستضعفين من عباده وعلى إخواننا المرابطين في غزة العزة وفي الأراضي الفلسطينية وعلى كل مستضعف من بني البشر في الأرض جميعها وفي الإنسانية جمعة مرحبا بحضرتكم أينما كنتم بحلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى مرحبين في هذه الحلقة بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ دكتور محمد عبد الرب النبي المقنن من السادة ولما إلى زهر الشريف مولانا أهلا وسهلا ومرحبا تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام لدي سؤال أهلا وسهلا أنا مخطوبة من شاب والآن منقبة هو الدين يعني ما فيش دين المنقبة ودين لغير المنقبة هي الأحكام واحدة لكن هي تسترسل بعميتها المصرية الجميلة وتقول منقبة هل يجوز للتحدث إليه أو معه هاتفيا أم لا أنا من المغرب التحية إليك ولكل أهلنا في المغرب العرب الحبيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد أريد أن نضع ميزانا شرعيا لقضية أحكام المخطوبة الخطبة هي مجرد وعد بالزواج مجرد وعد يعني واحد ذهب إلى والدها فقال أريد أن أرتبط بكم قال له إن شاء الله عندما تجهز وتعد فهي لك لكن ليس له كخاطب أحكام الزوج العاقد نعم نعدينا ثلاث مراحل خطبة عقد معاقاف التنفيذ نعم ليلة البناء فالخطبة ده وعد لا يباح له أو لها الحديث هاتفيا هاتفيا المتبادل مطلقا حتى لو كان حديث مهمظم لا تتعجل علي يعني استببا حسنا معايا فهتبا كتير يعني استببا إلا بإذن من والدها نعم لابد أن يستأذن والدها تمام وأن يكون الكلام في حدود الأدبيات ألا يخرج عن الحد المعتدل كأجنبية تحدث أجنبيا نعم نعم إنما اللي يبيح الكلام فقط أنها يعني هو وعد فقط لكن الكلام يخرج عن الحد اللائق لا يجوز ثانيا العقد خلاص أصبحت هي زوجته لكن العرف يقيد المطلق نعم لا يباح له كما يباح للزوج إلا ليلة البناء ولذلك الأفضل أن يكون العقد ليلة البناء تمام نعم بارك الله فيكم تسأل لو أنها تتصدق من أموال الزوج هل لها أجر في ذلك ولا ملهاش أجر الأجر للزوج فقط تستأذنه نعم عليها أن تستأذن الزوج في الصدقة نعم بحيث لا يضر الأمر بحاجات البيت و مصاريف الأولاد و علاجهم نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و عليكم السلام من فضلكم أحدهم يعمل الفواحش وهو من صلة الرحم طيب حاضر يعني هي تسأل أنه ليس بحال طيب و في حين أنها تقدم له بعض المساعدات المالية فهل حاله مع الله من ارتكاب هذه الفواحش يصرفها لعدم مساعدته هذا السؤال ننظر إليه من زوجتين هل هذا الإنسان متزوج أم لا إن كان غير متزوج فلا تعطى الصدقة إلا للصالحين غير متزوج إذا كان غير متزوج تمام أما إذا كان متزوج و عنده أولاد فهي تتصدق على أولاده ماديا ليس نقود وإنما تعطيهم رز سكر طعام لبس و هكذا لبس الأولاد إذا كان له أولاد في التعليم تذهب وتعطي مصاريف الدراسة نعم للمدرسة أو للمعهد أو للجامعة نعم إنما هو لابد من تمسك عنه الأمر حتى لا ينفقه فيما يغضب الله و عليه أن تنصحه و إذا كان من أقاربها المحارم يعني نعم إنما من غير المحارم لا تتكلمش معه نعم تخلي رجل يكلمه وسيط يكلمه نعم بركة الله فيه إنما من أخوها أو ابن اختها أو كده عليها أن تنصحه عليها أن تنصحه لله وتذكره بالله وتأخذ بيده إلى طريق الله تسأل عن حكم الكتابة في هامش المصحف كتسجل خطأا أو تشابها بين الآيات بالخلم الرصاص هو الأفضل عدم الكتابة لكن إحنا عندنا المصحف رحم الله شيخنا و إمامنا الشيخ أعطي سقر و رضي الله عنه و أرضاه قال له فتوى رائعة قال المصحف هو ما بين الإطار نعم خارج الإطار ليس ليس مصحفا ليس مصحفا فيجوز أن تكتب كيعني تعليق بسيط كحواشي نعم زي التفسير هناك مصحف ثم كلمات التفسير على الإطار لكن فيه مربع الكلام الداخلي لا تضع فيه لا نقطة ولا خطا ولا شيء نعم إنما تجعل الإشارة خارج هذا الإطار اللي هو البيض الخارج وهذا لا حرج فيه إذا كان بقصد التعليم يعني المصحف بتاع مولانا الإمام الشعراوي كان رضي الله عنه و أرضاه يضع بعض التعليقات على الهامش و مولانا الشيخ يعني أعطيه سقر أجازة هذا برك الله فيكم دكتور و رحم الله شيخ الشعراوي رضي الله عنه السلام عليكم عليكم السلام حلفت على أولادي أننا لن نجدد باقة النت إلا في موعدها لكن الأولاد جددوا بمصروفهم الخاص بعد إذن من أبيهم فلا عليك أفارة هو ده بيسموا فقه الحيل من الفقه الحيل نوعان محمود و مذموم فهذا من فقه الحيل المحمود يعني هو حلف على نفسيها أنه لن يجددها فالأولاد جمعوا من أنفسهم وجددوها جزاهم الله خير يعني خففوا عنه العب و هو ليس عليه لا يستعليك إلا إذا كانوا يستخدمونه في غير أبواب المشروعة فعليه أن ينصحهم و أن يضبط الساعات لهم نعم برك الله فيكم تسأل عن سوء معاملة الزوج لزوجته و الإهانة لها يعني هو آثم هذا الزوج يأثم لأن الله أمرنا كأزواج بحسن العشرة و عاشرهن بالمعروف نعم والمعروف هو كل أمر يرضي الله عز وجل و أن يأمرها بالصلاة و الزكاة و أن ينصحها لله و أن يأخذ بيالها إنما يؤذيها بالكلام و بالسب و بالضرب و بجرح ما شعرها أمام الناس فهذا آثم شرعا نعم و هو من الشرار كما قال النساء صلى الله عليه وسلم إنما يضربوا شراركم نعم برك الله فيكم تسأل و تقول يا شيخ بدي فتوى امرأة تسأل سؤال قالت يا شيخ إني حرمت زوجي على نفسي وبعد عدة أيام في مكان ما جامعني زوجي نعم و هي حرمت زوجها على نفسها من ذلك الحين شو تعمل الآن برك الله فيك حضر أولا هي قضية أن المرأة تحرم زوجها ولا تقول له ها طلأك زي الرجالة علىها تطلأ منك زي الرجالة في بعض النساء تقول كده لا يعتد بيمينها أو تحريمها إنما إذا حرمها هو فهو ظهار عليه كفارة هي لا يعتد لها و إنما هي تأثم لأنها تحرم ما أحله الله نعم تأثم فقط لأنه واجب عليها أن تقوم بحقوقه لا اعتبار ليمينها ولا لطلاقها ولا لظهارها إنما الاعتبار لطلاقه و ظهاره وتحريمه تسأل برك الله فيكم تسأل وتقول ما حكم حفظ القرآن الكريم للحائط إذا كانت طالبة علم يجوز لها أن تراجع و أن تحفظ شريطة أن تكون في حائل فالحائل عندنا قالوا حائل الجوانتي وعتبر حائل نعم أو الجراب جراب المصحف ده يسمى حائل فالمصحف هو ما بين الدفتين وما بين الإطار الداخل فإذا كانت حائضا ده لا إرادة والله عز وجل لا يعاقب عبدا خرج الأمر عنه عن إرادته فإذا كانت طالبة علم وفي وقت امتحانات ومراجعة للكلية ومراجعة للجامعة فهذا جائز ولا حرج فيه سؤال من طفل جميل ببراءته لكن أنا سأعرضه يعني اهتماما لشأنه وبشكره على متابعتنا بيسألوا بقول يا شيخ لما بنكون عاملين أكل كويس ماما بتنبه محدش ياكل وحده فبدخل مراها المطبخ وباكل هل كده حرام علي؟ هو طبعا كده مخالف طبعا مخالف مخالف لأن الأم دي مهمة جدا أن يجتمع الكل على مائدة واحدة بيقوّل روابط والصلة بين الأولاد والآباء ويا حبادة لو فتح أباب نقاش في أي مسألة كده والمدعبة للأولاد هذا بيقوّل روابطه بيقوّل روابطه فالأم ماشي الله عليها واعية محدش يأكل إلا ما يكون موجودين هي تريد أن تلم المجموع وأن تجمع الشام هو أخطأ يعني هواه مش أقدر أقول لشيطانه هواه غلبه لكن الأولى أن يستأذنها أن تستأذنها والأولى الآن أن أنت بينك وبينها تقول لها أنا عملت كذا سمحيني تمام وهي إذا قالنا أنا جوعان كطفل يعني لن تمنعه وإنما فيه أولويات ممكن يكون الأكل بنظام معين أو بكمية معينة ومش لا تريد أن يقل زوجها جاي الأولاد الكبار جايين البنات جايين فالكل يجتمع لأن الاجتماع على طبق واحد تزيد بركة الطعام نعم فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والبركة تحل ببسم الله نعم نعم مارك الله فيكم يقول أخذت من صديق لي منذ سبع سنوات مبلغا كبيرا من المال هذا المبلغ في وقتها كان 200 ألف دي مصر وهذا كان يعتبر كبير بالنسبة لهذه الفترة ومقارنة بالوضع القائم الآن نعم يقول عملت كثيرا كي أسدد هذا المبلغ ولا أستطيع مع زيارة حاجيات الحالة أستطيع صديقي يستشعر أنني لا أقدر فيقول لي يعني ما عليك اللي عندك عندي وهكذا بالكلمات المصرية الطيبة الجميلة وهو لا يطالبني ويقول لي إن لم تستطيع خلاص ما ترهقش أن أبسك وهكذا لكنني أستشعر حاجته لهذا المبلغ نعم نظرا أن أولادها قد كبروا ماذا أفعل هل يصح لي أن أقترض قردا كي أدفع إليه ماله مع العلم أنه لم يطالبني مطالبة صريحة لكنني أستشعر حاجته أنت هذا الأخ الكريم جزا الله خيرا والأخ الذي أقرضه جزا الله خيرا إن كان معصر ويضيق به الحال من الجائز أن يأخذ من الزكاة زكاة الغارب والأفضل أن يصارح صاحبه وصاحبه يستشعر واضح من أن نسأل أنه مستشعر حاله أن يصارحه فهذه المصارحة قد تفتح بابا إن الأخ الكريم في سعة يجوز أن يعني ينقص من هذا المبلغ بناء على إخراج الزكاة يعني كأنه يتدرج معه بدل ما يكونه 200 ألف يكونه 180 150 وهكذا لأنه معصر تمام فنظرة إلى ميصرة وأن تصدقوا خير لكم هذا خطاب لصاحب المال فعليه أن يصارحه وليس شرطا أن يعطيه المبلغ أحيانا ليس شرطا أن يعطيه المبلغ كله إنما يجدوله هو لو مع بنك وتعصر بيعمل عملية إعادة جدولة تاني إعادة جدولة والناس بيحاولوا يجدولوله تبداربة بزيادة فالأولى هذا القرض الحسن أن تقول له سأجدوله لك حتى لو كل شهر 100 جنيه قل إنما المشكلة أن أحيانا الواحد يعني النفس والحرج بتضعف هذا القرض إنما لو هيأ نفسه جبح الصالة وكل شهر يحط مبلغ فيها لسداد الدين ويروح يوى الدهور الأمور بالنية بصدق النية مع الله بشرط أن يكون ناوي السداد لأن الله تعالى يعني يتحمل ويعين ثلاثة منهم المدين الذي استدان من غيره ولا يستطيع إذلك العلماء حتى قالوا إن مات هل لا يصل عليه قالوا إن مات وقد كان ناويا للسداد تحمل الله عنه نعم المهم يكون عن دينية السداد وقول يا رب أعني على قضاء ديون وفي أذكار والسجود وأسجد وأقترب أدعو الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يسد دنيئ دينه لكن المصارحة هي خير دواء المصارح صاحبه ويجدول قدر استطاعته وماذا يصع إنما يداوي مباحا بحرام هذا هو المرفوض نعم الحالة الوحيدة فقط اللي يلجأ للقرض إذا كان هيتسجن إذا كان هيتسجن وعندنا فضلة الإمام الأكبر حفظاه الله ومن الشيخة الأزهر عاملين في لجنة الزكاة باب للغارمين بس بشرط إذا كان عليه إيه إيه حكم حكم قضائي حكم قضائي فالمحام بياخد الحكم ويديه فين لجنة الزكاة بيحاولوا يساعدوا ويعاولوا وجمعيات خيرية كتير الآن بتفعل هذا الأمر لأن من مصارف الزكاة والغارمين فلدو الله أن يفرج كربة وأن يفتح له أبواب سداد دينه آمين أمن ويجزي الأخ الكريم خيرا للجزاء اللهم أمن رب العمين يسأل على أنه يشعر بضيق دائم يدوم معه الفترات طويلة علما بأنه يلتزم ويصل للصلاة في مواعدها وحكرة أولا هذا الضيق أحيانا بيكون أمر نفسي فأقول له عليك أن تحرص على صلاة الجماعة نعم احرص على صلاة الجماعة أكثر من قول الله الله لا أشرك به شيئا أكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكثر من قول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم هذه الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها من باب تفريج الكروب وذهاب الهم واللهم إني أعوذ بك من الهم والحزم وأعوذ بك من العجز والكسل ويقرأ سورة الإخلاص ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تقضي حاجتي وأن تكفيني ما أهمني وصلى الله على سيدر محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وآل بيتي الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أشكرك دكتور أيها السادة باسمكم أشكر صاحب الفضيلة فضيلة الأساس الدكتور محمد عبدالنبي المقنن السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف على هذه الحلقة المهمة جدا ضمن حلقات برنامج فتاوى وكرر له شكري وتقديري وامتناني على هذه الحلقة وعلى كل الحلقات شكرا لنا حياة الحضرتك تقدروا الإشارة إلى أنه بإمكانكم أن تتكرموا علينا بما لديكم من تساؤلات والاستفسارات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية فيسبوك وواتساب انستجرام ويوتيوب وسنطلق في القريب العجل مشاهد الله تعالى كثير من أدوات التواصل التي ستمكن مشاهدين الكرام من إرسال ما لديهم من تساؤلات والاستفسارات شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج فتاوى واصلوا وكثفوا الدعاء لإقوانكم في فلسطين الحبيبة سائلين الله العظيمة في عليائه أن ينصرهم نصرا مؤزرا اللهم أمين يا رب العالمين وأن يذل الشرك والمشركين وأهل الباطل الذين اجتمعوا زورا وبهتانا وكذبا وتدليسا على تغيير الواقع وكتبوا وقرروا لكن الله كتب وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وما كتبه البشر قد يمحوه بعض البشر أما ما كتبه الله لن يمحوه أحد إلى أن نلتقيكم دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته